الأكيد اليوم الأولوية هي لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن لأن هذه الحرب ما جرت للبنان إلا للويلات والهلاك والضمار والدم ولمزيد من الهجرة هذه الحرب انطلقتها كانت لمساندة غزة وهذا الشي لم يحصل وكانت لألهاء العدو والعدو التهى فينا وفي لبنان ودمره وهذه الحرب هي للردع ولمنع إسرائيل من أن تتعدى على لبنان اليوم إسرائيل صارت محتلة الجنوب وبالتالي علينا وقف الفسائر ووقف الأضرار التي لحقت في لبنان جراء هذه المغامرة بأسرع وقت ممكن وإلا طبعا الاحتمالات مفتوحة لا سماح الله باستمرار هذه الحرب على مزيد من الدمار والعليق طبعا الأولوية اليوم لوقف إطلاق النار وهذا مطلب الشعب اللبناني باعتقد 90% من الشعب اللبناني لم يكن يريد هذه الحرب واليوم أكثر من أي وقت مضى الشعب اللبناني لا يريد الاستمرار بهذه الحرب اشتركوا في القناة